وفي إطار متابعتنا لحادث طائرة ركاب في اسطنبول نعود إلى مرسلنا في اسطنبول علام صبيحات إذن معنا على الهاتف الآن علام صبيحات مرسل الغد علام هل من جديد حتى الآن؟ الجديد حتى الآن هو أن والي مدينة اسطنبول أعلن الآن وجود 21 مصاب بعضهم إصاباتهم خطرة في هذا الحادث حتى الآن وأنه تم نقلهم إلى المستشفيات المحيطة القريبة لمطار صبيحة جوكتين الذي وقع فيه الحادث حتى الآن لا تزال عمليات محاولة إنقاذ المحتجزين داخل الطائرة مستمرة هناك عادات حتى الآن مرة أخرى ما أعلن رسميا هو 21 مصابا أو جريحا بعضهم جراحه خطرة في هذا الحادث الذي وقع في مطار صبيحة جوكتين في اسطنبول إذن ونحن نشاهد على المشاهدين هذه الصور المباشرة من مطار الصبيحة بإسطنبول حيث انشطرت الطائرة إلى ثلاثة أجزاء وكان على مثنها 177 شخصا أفاد مرسلنا على المصباحات حتى الآن أن هناك إصابة 21 شخصا وجدير بالذكر أن هذه الطائرة هي تابعة لشركة بيغاسوس وتعتبر هذه الطائرة هي أثانية وهذا الحادث هو أثاني لهذه الطائرة التابعة لهذه الشركة وكان هناك حادث قبل ذلك في مدينة ترابزون التركية ويعتبر هذا هو ثاني حادث لهذه الشركة إذن بانتظار المزيد من التفاصيل سيفين بها الزميل على مصباحات مرسل الغد من اسطنبول حتى الآن لك جزيل الشكر على مصباحات مرسل الغد شكرا لك ترجمة نانسي قنقر